قال النقيب الصحفي نادي رشوان أن جلسات الحوار الوطني ستناقش موضوع وحدة الصناديق الخاصة وألفت رشوان في كلمته بالمؤتمر إلى أن هناك تخوف عند بعض المواطنين بشأن التفريط في السيادة المصرية على القناة وهذا أمر لن يحدث فكرة وحدة الموازنة والصناديق والصناديق الخاصة والهيئات العامة هذا موضوع اقتصادي بامتياز أتى الصندوق لكي يسيره من جديد هل موازنة الدولة تضم كل الهيئات والمؤسسات والصناديق أم لا هناك رأي مطبق الآن أنه لا وهناك رأي اقتصادي آخر يقول نعم ومن هنا بعض الاتراضات تأتي من هذه الزاوية الاتصادية وهي بالقطع كما أعطي حضراتكم مطروحة الآن ضمن جدوى الأعمال الحوار الوطن الأمر الثاني هو أمر سياسي وهو الخوف والتخوف عند بعض الناس أو الريبة والاسترابة والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع فيه تفريط في السيادة الوطنية على قناة السويس أنا لن أجيب بما هو معروف ومؤكد بالنسبة لي على الأقل أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد فما بالك بهذه الأرض وهذه القناة التي سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب المصري سواء من أبناء قوات المسلحة من الضباط أو الضباط الصف أو الجنود من الذين هم داخل قوات المسلحة عاملين وبالأخص الأغلبية الصاحقة من مجندي القوات المسلحة من الضباط والجنود أيضا اشتركوا في القناة